اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المدراء العامين والدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات والمؤسسات والوزارات التابعة لهذه الحكومة طبعا هذا ما ينافي اقرارنا وكلامنا بانه هناك هدر للمال العام وشهاد فساد اداري ومالي بمختلف الحكومات العراقية لكن المنهاج الوزاري اللي اجاب الحكومة الحالية واتطرق لمعالجة مشكلة الفساد الاداري والمال الشائعة في مفاصل الدولة العراقية وهذا الكلام مو من عدنه انما من قبل الجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن طبعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الموقرة اللي دائما يحاولون بطريقة واخرى للقضاء على هذه السلبيات والسلوكيات في الحكومات السابقة والحكومة الحالية طبعا بالمناسبة اذا اردنا نعلل ونشخص موضوع الاخفاق في الجانب الاقتصادي والدليل انه اكو اخفاق في الجانب الاقتصادي هو غلاء الاسعار ومسألة سعر صرف الدولار اللي الحكومة العراقية قالت بضمن المنهاج الوزاري احنا راح نعالج مشكلة غلاء الاسعار ونرتقي بالواقع المعيشي للفرد العراقي ونعالج مسألة التضخم ومسألة الانفاق الحكومي ومشاريع الاستثمار وبمختلف مجالاتها وعناوينها طبعا الحكومة العراقية الحالية المتمثلة بالكابينة الوزارية برئاسة دولة السيد رئيس الوزراء وبرنامجها ومنهاجها الوزاري اللي اطلع علي الشعب العراقي بمختلف طوائفة واديانة وقومياته وقال راح نعالج مشاكل كبيرة مشاهدين الكرام احنا دائما نذكر موضوع المنهاج الوزاري لانه كلمة وعهد وميثاق اطلقته الحكومة الحالية وقالت عبر هذا المنهاج راح نعالج المشاكل الاقتصادية والخدمية والتربوية والتعليمية وبمختلف مجالات ووزارات ومؤسسات الدولة العراقية طبعا حتى لا نخرج عن موضوع الموازنة العامة وآلية وضع تخصيصات مالية من قبل الموازنة ومن قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العراقية للمؤسسات والوزارات طبعا هناك هدر بالمال العام بشكل كبير وهذا مو كلامنا انما عبر مواقع تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية ذكرت ان الموازنة العراقية الحالية اللي صادقت عليها السلطة التشريحية والسلطة التنفيذية وجعلت الكثير من الاموال والمخصصات لوزارات ومؤسسات معنية لكن الهيئات الرقابية من الممكن ان تتخذ طريقة حازمة في الحد من مسألة هدر المال العام عبر مقارنة ما تتقضاه الوزارات والمؤسسات العراقية من مبالغ هائلة وطائلة من الحكومات الحالية والسابقة المتعاقبة على ادارة البلاد وتقارن هذه المبالغ بواقع هذه الوزارات والمؤسسات الموضوع شبه العقيم والشائك والدليل على هذا الشيء انه خبراء الاقتصاد العراقي وفي تضارب كثير من وجهات النظر والآراء يقولون الحكومة العراقية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه تصريحاتهم وراح نعرض لحضراتكم فيديو مبسط عن هذا الموضوع حتى الشاهدون الرؤى والأفكار اللي مهتمين بيها الشخص في هذا الشأن وقالوا انه الحكومة العراقية عاجزة عن ترتيب الوضع الاقتصادي في هذا المجال تشجير الكيلو الواحد أنا هذا الكلام يعني تجيني وثاقة قليلة تشجير لا تبليط ولا أرصفة ولا غيرها تشجير الكيلو المتر الواحد بـ 124 مليار دينار المتر الواحد؟ لا لا بس وقف لي لا لا بس أخب مشتبه متر متر واحد كيلو متر اللي قال بي السيد النائب هناك تشجير شارع بـ 124 مليار دينار عراقي اصور 124 مليار دينار عراقي عن لسان نائب منتخب من قبل الشعب يمثل السلطة التشريعية يقول تشجير الشارع بـ 124 مليار دينار عراقي طيب هذا إش راح الزرعون ذهب؟ فهمونه؟ يعني الهيئات الرقابية يعني صراحة حتى أكون واقعي وصريح مع حضراتكم ما من الممكن أن تتم مثل هذه العمليات أمام مرأة ومسمع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهذا نائب من ضمن السلطة التشريعية نائب سيادة النائب اتفضلوا وقال يعني هاي مشاريع مشبوهة يعني ما من الممكن يا أخوان الأعزاء يا دولة رئيس الوزراء عليك وبشكل حازم أن تتخذ إجراءات مناسبة بحق مثل هكذا مشاريع هذا هو هدر البال العام وهذا هو استنزاف الموازنة وحرمان الشعب العراقي منها من قبل قائمين على إدارة شؤون البلاد ومن الممكن أو بالتأكيد هم مدعومين من كتل وأحزاب وتيارات سياسية شريكة بالعملية السياسية الحالية والعملية السياسية اللي أتت بحكومات متعاقبة على إدارة البلاد يعني معقولة شارع تشجيرة بمية واربعة وعشرين مليار دينار عراقي يعني ما أعرف يعني والله صراحة نتلعثم بل يعني نستسقى المر من قبل هذه الشخوص اللي هدرت المال العام ومنتج للسلطة التشريعية والتنفيذية وتقول لهم يا ذا ساووا رواتب الموظفين قالوا لك إلا قوانين يابه تعالوا عالجوا موضوع مساواة الشهداء بمختلف مسمياتهم مع شهداء النظام السابق رحمه الله جميعا يقلوا لك مسألة قوانين وموضوع وكذا طيب هدر المال العام اللي جاي نشوفه أمامنا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي شاشات التلفاز يعني ما من الممكن يعني السيد رئيس الحكومة وضع منهاج وزاري وتعهد للسلطة التشريعية وللشعب العراقي وقال أنا راح أرتقي بمؤسسات الدولة وبقضية الاقتصاد وموضوع الاستثمارات وراح أحل الأزمات فهموني أي أزمة حلت يعني هذا لا تعتبرون تجريح بالحكومة العراقية أو بمفاصل الدولة أبداً نحن نعتبره هو تشخيص للأخطاء الملقات على عاتق الحكومة الحكومة العراقية اللي ادير ملف وشؤون مفاصل الدولة الحالية هي شريك أساسي وفاعل لكل هذه القضايا يعني ببساطة أن الحكومة العراقية والموازنات السابقة والحالية وعملية استنزافها وهدر المال العام في هذه الموازنات والموازنات السابقة هي أمام مرأة ومسمع السلطتين المتمثلة بالسلطة التشريعية والسلطة التلفيذية اللي من المفروض دستورياً وقانونياً يلجأون للمواد والفقرات الدستورية والقانونية ويستجوبون أي وزير سواء كان وزير صحة أو وزير تربية أو بمختلف الوزارات ويستجوبون هذا الوزير يعني مسألة التستر على هذه القضايا ومسألة الإخفاق في الأداء من قبل السلطة التشريعية أو التلفيذية يعني أصبحت يعني أخذت أكثر من مجالها يعني ما من الممكن قضية الفساد الإداري والمالي المستشري داخل مفاصل إدارة الدولة العراقية إلى متى ينتهي يعني إحنا الناشد من؟ أنا يعني صراحة أكون واقع مع حضراتكم من المفترض أنه ما الناشد السلطة التشريعية والتلفيذية من الآن فصاعدا الناشد الحزب المسؤول على فلان وزير الناشد رئيس الحزب أو التيار أو الكتلة المسؤول على فلان وزير لأن ما من الممكن يعني الموضوع خرج عن إطار العام وخرج عن القوانين والدساتير والأعراف الإدارية والقانونية يعني نائب منتخب من الشعب مشاهدين الكرام يقول تشجير شارع بمية وأربعة وعشرين مليار دينار عراقي أنت شراح بمن الشجرة هذا الشارع ش تحط بي فهمني ش تحط بي هذا الشارع ش راح تحط بي أشجار ذهب ألماس ما جايفتهم يعني طيب الآلية اللي تتبحها السلطة التنفيذية في عملية التقنين من هدر المال العام وينها الآلية اللي تتبحها الهيئات الرقابية وينها يا أخواني يعني موضوع طلع من الإطار القانوني والإداري وأصبح على كل لسان عراقي يعني موضوع هدر المال العام والموازنات السابقة والحالية وقضية عدم الرقابة الحقيقية عليهم هو الدليل موجود أمامكم راح تشاهدون ومشاهدين الكرام المدارس المتهالكة والمستشفيات المتهالكة والبنى التحتية المتهالكة ويجي يجي جيش من المطبلين وجيش من المستشارين يقل لك أنت تنتقد الحكومة العراقية أنا لا أنا واجبي أنتقد الحكومة العراقية أنتقدها وأشخص أخطائها كما ينتقدها من في السلطة التشريحية وظهر أمامكم نائب منتخب من قبل الشعب يمثل كذا نسمة يقل لكم تشجير شارع 124 مليار دينار عراقي هذا ناهيك عن قضية هدر المال العام والفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة منها وزارة الصحة والتربية والتعليم والخدمات يعني هسه خلشوف حتى ما نطلع من موضوع الموازنة أنه نقول وين الموازنات السابقة والحالية المرصودة لوزارة الصحة وين آثارها على المستشفيات وين الموازنات السابقة والحالية المرصودة لوزارة التربية وين آثار هاي الموازنات على البنى التحتية والهيكلية العامة للمدارس والرياضة الأطفال والمديريات التربية وين هي؟ لو هم قضية الدرجات الخاصة والمدراء العامين يمولون أحزاب وتيارات وكتل سياسية عن طريق هذه المديريات من الموازنات المخصصة لهم ماكو يعني غيرها يعني هسه إت انظر قول هذه مثلا وزارة التربية أو وزارة الصحة أو مديريات البلديات أو بقية الوزارات بمختلفها لكن احنا بما أنه قضية الصحة والتربية والتعليم والخدمات هذه على احتكاك دائم مع المواطن العراقي وموضوعها خاص وإحنا معنيين بيها بشكل جوهري وأساسي نقول يعني نضرب أمثلة عليها يعني وزارة الصحة وتروح تلقى مستشفيات متهالكة تيجي تقرأ قانون الموازنة العامة تلقى مليارات الدولارات مخصصة لهذه الوزارة تروح الوزارة التربية تلقى البنى التحتية والمدارس والمديريات متهالكة وكل أربع طلاب على رحلة تيجي تقرأ قانون الموازنة تلقى مليارات الدولارات مخصصة لهذه الوزارة وهذا الحال مع التربيات مع وزارة التربية ومع وزارة الصحة ومع مديريات البلديات يعني احنا نبقى بدوامة التحاصص الطائفي والكتلوي والحزبي يعني فهموني يعني والله الكريم صراحة يعني موضوع مخجل وموضوع هزيل يعني ضحكت دول العالم عمي والله العظيم ضحكت دول العالم بالله الكريم يا قادة أحزاب يا كتل يا تيارات سياسية عمي ما كوهيشي ما كوهيش عقلية لغرض إدارة البلاد عمي ما تندار البلاد ما تندار بها العقلية عمي قرب النزيهين المخلصين المعتدنين الشرفاء بعد المتملقين بعد الضعفاء النفوس بعد المتلونين بعد شرذمة الأحزاب والتيارات والكتل السياسية استعينوا بالأكفاء استعينوا بالعقول استعينوا بالنيرين أبناء البلد استعينوا بأبناء الداخل اللي عانوا الأمرين من أنظمة الدكتاتورية السابقة ومن الأنظمة الحالية ما بعد التغيير يا أخوان الأعزاء يعني ما من الممكن بلاد تندار بهالطريقة بطريقة التحاصص الحزبي والطائفي والكتلوي طلاب أربعة خمسة هسرع الشاهدونها تفضل مشاهدين الكرام طلاب هذا حال مدرسة تفضل هذا حال شارع هذا حال مستشفى ما أعرف يعني والأدهى من ذلك يخرج لك شخص بعنوان مستشار رئيس الوزراء لشؤون ما عدر شنو ويطلع يقول والله احنا عدنا خلينا آلية وخلينا فد فد نظام عام وراح نخطي وراح نسوي وراح نجي هذا يعني هذا اش تحكوا ياه بأي طريقة تحبر له بأي طريقة تحكوا ياه وشلون تفهمه وشن الآلية اللي من الممكن يقتنع بها مثل هي شخص يعني هو هو موضوع عدارة الدولة موضوع مجسرات انت انبقل ادوات نفسها المدراء العامين اللي استنزفوا الموازنات احنا حديثنا عن الموازنة وهدر المال العام حتى ما نخرج منه دولة السيد رئيس الوزراء لحد هذه اللحظة لم نرى تغيير حقيقي او اي تطبيق لوعود المنهاج الوزاري حتى اكون واقعي معاك واحشي معاك بطريقة يعني بمفهوم النصيحة بمفهوم النصيحة انت دولة الرئيس تمثل الحكومة العراقية والمسؤول الاول عن ادارة البلاد وادارة مفاصل الدولة لحد هذه اللحظة المنهاج الوزاري اللي تفضلت بيه جنابك واضمن الكثير من النقاط ومن الفقرات ومن ضمنها موضوع الاقتصاد اللي هو موضوعنا اليوم اللي عنوان الموازنة وهدر المال العام واحنا ما جايبين شي من جيبنا نائب منتخب من الشعب طلع لكم عبر شاشات التلفاز ويقل لكم تشجير شارع بمية واربعة وعشرين مليار دينار عراقي رحتوا للمشروع يا دولة الرئيس شفتوا المشروع يكلف هالقيد خليتوا لجان خاصة من المعنيين بالشأن الخدمي والاقتصادي والصحي والتربوي والتعليمي وقلتوا لهم عمي تعالوا احنا هذا موضوع الحكومات والمحاصصة آمنا بي عمي آمنا الموضوع موضوع محاصصة وموضوع مغانم ومزايدات آمنا بالله ورسوله عمي اركنوه على صفحة عمي تعال للدرجات الخاصة وللمدراء العامين تعالوا الموازنات السابقة والحالية بعهدكم وين صرفتوها شو المدارس متهالكة المستشفيات اتعس من المدارس مسألة الشوارع ترى دولة الرئيس وانت ابن الداخل وانت من عائلة شهداء يا اخي ما من الممكن مسألة ادارة الدولة تقتصر على موضوع مجسر ما من الممكن يا دولة الرئيس وما من الممكن ان تتم قناعة عند المعتدلين والوطنيين والمستقلين الحقيقيين الذين يمثلون نبض الشارع ما تتولد لهم قناعة اذا يطلع لهم مستشار يلمع بحكومة شاهدة على استنزاف الموازنات وهدر المال العام عمي القضية قضية ادوات ادارة الدولة والواجهة العامة للدولة العراقية هي الادوات اللي من الممكن ان يغيرها كل رئيس حكومة احنا ليش قلنا هناك مقترح من القوى المدنية او الوطنية او المستقلة او المعتدلة شنو سمونهم سموهم بس هم خارج العملية السياسية الحالية مو شركة بادارة الدولة ذول يعدهم مقترح يقل لك يا برلمان يا سلطة تشريعية يا سلطة تنفيذية المدراء العامين كل اربع سنوات وبموجب قانون يقر وان كان يعارض قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لازم انقره يجي قانون كل مدراء عامين بضمن حكومة يغادرون اذا غادرت هذه الحكومة احنا ما معقولة احنا نظل بقضية استنزاف الموازنات السابقة والحالية ومسألة ادارة الدولة انا ذكرتها واكررها لدولة السيد رئيس الوزراء المحترم والكابينة الوزارية الخاصة به المحترمون والموقرون وبرنامجنا في كلمة الفصل يتناول الموضوع الموازن وهدر المال العام واتمنى وبشكل حقيقي نابع من قلوبنا انه ما ياخذون الموضوع موضوع عتب او موضوع تجريح بقدر ما هو موضوع تشخيص اخطاء جوهرية وحقيقية وواقعية وما جايبينها من جيبنا جاي نعرضها امام الملأ للسادة المشاهدين الكرام والمعنيين بالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخدمي في عموم العراق ونذكر حق الرد مكفول لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات في برنامج كلمة الفصل وهذا الحديث متناول واطلقه السيد النائب ياسر الحسيني عبر شاشات التلفاز وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى لا يكون موضوع استهداف او يروج له المتربصين انه هذا عهد البرنامج كلمة الفصل يحاكي المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقدمية بمختلف مجالاتها ويحاول بطريقة واخرى ان يقوم بايصال صوت المواطن والفرد العراقي بمختلف مناصبهم ووزاراتهم داخل مؤسسات الدولة العراقية سواء كانوا في السلطة التشريعية او في السلطة التنفيذية او مناشادات عامة للمواطنين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم واديانهم وان يصل هذا الصوت لمسامع دولة السيد رئيس الوزراء والمنظومة الخاصة بي اللي كتبة المنهاج الوزاري واللي قال انا راح اعتمد على ادوات كفوء او مخلصة تنهض بالواقع العراقي على مستوى الصحة والتربية والتعليم والخدمات وحتى لا يكون حديثنا ممل او مستهلك وما نخرج عن اطار عنوان الحلقة انه موضوع الموازنة صار موضوع مزايدات وموضوع رغبات لأهواء كتل واحزاب وتيارات سياسية شريكة بالعملية الحالية والحكومات السابقة والمتعاقبة على ادارة البلاد والحكومة الحالية كذلك ما كفد رؤية اقتصادية من الممكن ان يطمئن لها الفرد العراقي مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار والتخبط الحاصل انه موضوع الدولار ينباع داخل مصارف معينة او للمسافرين بمبلغ وينباع بالاسواق بمبلغ اخر والرؤية الاقتصادية غائبة والدليل على هذه الشيه هو غلاء الاسعار والفوضى والتخبط في المجالات الاقتصادية ومسألة مهمة وجوهرية هو الاخفاق والتفاوت في سعر صرف الدولار شهدين الكرام انتظرونا في حلقة جديدة قادما باذن الله من برنامج كلمة الفصل اللي يحاكي ويناقش المواضع السياسية والتربوية والصحية والخدمية بشكل عام لا يستثني احد في مؤسسات الدولة ووزاراتها شريطة بقائه ضمن اللياقة العامة والتزامه بالدستور والقوانين خاصة في المادة ثمانية وثلاثين اولا من النشر والتظاهر السلمي وما شابه ذلك حفاظا ومطالبة بحقوق الشعب العراقي بمختلف اطيافه واديانه وقومياته الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة